أعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أنه لا مناقشة حول استئناف مباحثات السلام مع أوكرانيا كما شدد بيسكوف في تصريحات له على أن العملية العسكرية الروسية غير موجهة ضد الشعب الأوكراني وذلك ردا على تعليق وزارة الخارجية الأوكرانية التي اعتبرت فيه مرسوم الرئيس بوتين بشأن تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الروسية بأنه تعد على سيادة وسلامة الأراضي الأوكرانية أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن تخصيص مليار يورو كمساعدات مالية إضافية لأوكرانيا وأشار الاتحاد إلى أن إجمالية الدعم المالي الكلي من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية وصل إلى 2.2 مليار يورو متوقعا زيادة تحجم الدعم خلال الأشهر المقبلة قالت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الصاروخية استهدفت بصواريخ اسكندر تمركزا للقوات الأوكرانية في أوديسا ما أصفر عن تدمير منصات إطلاق صواريخ هاربون الأمريكية المضادة لسبح في غضون ذلك أعلنت مؤسسة الفضاء الروسية إجراء اختبارات جديدة للصاروخ الباليستي العابر للقارات سارمات وهو أقوى صاروخ نووي بعيد المدى في العالم يجرى إعداده لاختبارات جديدة وللإنتاج المتسلسل قالت البحرية الأوكرانية أن القوات الروسية تواصل الاحتفاظ بسبع سفن حربية مسلحة بصواريخ كاليبر كروز في البحر الأسود وأوضحت البحرية الأوكرانية أن موسكو تستعد لتنفيذ ضربات صاروخية كما تواصل السيطرة على الاتصالات البحرية في بحر أزوف ترجمة نانسي قنقر